السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد الفيديو اليوم سنزيد ونضربوا على المهارات في كتاب بالنسبة للتعبير والإنشاء اليوم سنتعرفوا على كيفية كتابة حوار تفاهمنا؟ ليس شيء غير أجي ونشأ ونركبوا واحد الحوار الحوار لكي يكون سليم وصحيح ويتوفر فيه جميع العناصر الضرورية التي تكون في الحوار يجب أن يكون مكتوب بطريقة محددة محترمة للتعاليم الحوار فنبدأوا على بركتي الله أول حاجة أريد أن أقولها لكم سؤال من يطلب منك أنشئ حوار أو لركب حوار أو لأكتب حوار فأول حاجة وأهم حاجة أن نحدد الموضوع الموضوع الذي سنهضر فيه في الحوار الثاني حاجة التي نحددها هي الشخصيات أول حاجة تحديد الموضوع يعني من نقرأ السؤال لهم في الإنشاء نعرف على ما يحدد الموضوع بصفة عامة ثاني حاجة تحديد الشخصيات المتحاورة تحديد الشخصيات المتحاورة يجب أن أكتب حوارا بينك وبين أستاذك أو لبينك وبين الزميلك أو لبينك وبين أخوك أو لبينك وبين صديقك فأهم حاجة أن نحدد الشخصيات المتحاورة يعني الذي يتحاوره يكون جوج أو ثلاثة أو حتى الربعة ولكن حاول ما أمكن تخطر إلعطك حرية الإختيار اختار بينك وبين صاحبك يجب أن يجب أن تطولوا بزعف لا يجب الحوار طويل ثالث حاجة احترام الأسلوب الحواري بمعنى يعني يجب أن يكون ذلك شيء مرتب يعني المتحاور الأول هذه المتحاور الأول وكي يكون المتحاور الثاني يعني يكون ذلك شيء مرتب يعني المتحاور الأول مثلا ما نكتب لهم أنا ونقل الحوار ديالي من مراها مباشرة يجب أن يكون كي يحضر هو لن يكتب لهم أنا 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 عاد صديقي لا أنا صديقي أنا صديقي أنا صديقي كانت من تكونوا فهمتوني فأول حاجة كي نبدأ الحوار ديالنا نبدأ الحوار بجملة افتتاحية يعني نبدأ الحوار بجملة افتتاحية ونعطيها القوف النموذج اللي غادي نخدموه من بعد ثاني حاجة ثاني حاجة من كان نبدأ الحوار ديال أنا صديقي أنا صديقي كان نبدأ بعارضة كان نكتب أنا وكندير نقطتين تفسيريتان تفهمنا؟ هدي اسمتها النقطة تفسيرية ضروري أو ثاني من يأتي مثلا صديقي اللي غادي يهدر كان نعمل عارضة كان نكتب مثلا صديقي وكندير كذلك نقطتين تفسيريتان وكلمة غادي بحلقة بالنسبة الحوار الأول والثاني ضروري كان تكون القاء التحية يعني ما نجيش وندخل صلب الموضوع مباشرة فالمتحاور الأول يلقي التحية والمتحاور الثاني يرد التحية إذا رد التحية تفهمنا؟ بالنسبة للتحية تكون فيها جوش أسطور لا غير ما نضيح الحوار التالي ونكتب كيف حالك صديقي يقول لي بخير وأنت نرد عليه أنا الحمدلله لا نطور بزاف التحية تكون في جوش أسطورة أنا ألقاء تحية صديقي يرد على التحية فقط لا غير وندخل صلب الموضوع نزيد نأكد على واحد القضية الحوار يجب أن يكون مختصر الحوار مختصر نعطيكم الانشاء ما بين ثمانية حتى العشرة الأسطورة 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 الثاني والثالث تكون فيه الحوار التحية إلقاء التحية مسبقا ثلاثة سطورة لاحظوا معي الحوار الثالث يعني أنا دائما نبدأ ندخله ندخله طرح سؤال صديقي الإجابة على السؤال حتى حتى في استر ثالث ما بين الرابع و الخامس يعني في هذا الجوش يجب أن يكون الموضوع أو التطرق إلى الموضوع تفهمنا إذا من المر التحية كندخل مباشرة صلب الموضوع كيف ندخل صلب الموضوع كندرح سؤال والصديق ديالي يجاوب على السؤال حاجة أخرى كما تعرفوها أنه ممكن استعمال عدة أساليب ملاحظة ممكن استعمال عدة أساليب مثلا أسلوب التعجب أو لا أسلوب الطلب أو أسلوب الاستفهام يعني بالنسبة لطرح السؤال كيف يمكن أن نستعمل أسلوب استفهام كيف لا يمكن أن نستعمل أسلوب التعجب كي نبدأ الحيوار ديالي أو ندخل في صلب الموضوع أو يمكن أن نطلب واحد طلب بالنسبة أخرى صراحة كنتمنى تديروها و لا تنسوها إلى تحطي لكم الحيوار طبعاً أغدد لكم نقيطات و سوف يعرفكم الأستاذ المصحح أنكم فاهمين و تكين الدكاء الدكاء ما هي؟ بالنسبة للشخصيات وصف حالة الشخصيات بالنسبة معلومة وصف الحالة النفسية للشخصيات أن نفهمكم هذه الملاحظة لا ندخل الحيوار ديالي مثلاً لا ندخل هنا أنا قبل ما نبدأ ندخل بين قوسين أنا و نكتب الحالة النفسية ديالي لا ندخل هذا السؤال كيف كانت حالتي؟ نستطيع أن نقول ضاحكاً مازحاً أو مثلاً مستغرباً أو مثلاً غاضباً لا ندخل هذه المسألة نوصف الحالة النفسية ديال الشخصيات يعني الأشخاص ميكانوكي هدروا كيف كانت نفسية ديالهم فلاحظوا معايا هدو هما هدو هما العناصر المهمين باش تكتب واحد الحوار سليم البنية ويكون توفر على جميع العناصر وعيد معاكم مرة أخرى نبدأ الحوار بجملة افتتاحية السطر الثاني والثالث كيكون فيه التحية أنا ألقي التحية والمتحاول الثاني يارد التحية من مرة أدخل مباشرة صلب الموضوع بإما طرح سؤال أو تعجب أو طرح أو طلب يعني نطلب شي حاجة الصديق ديالي أو للزمين ديالي أو لأي واحد فهو طور ديالو الإجابة على السؤال ندوزوا الوحد النموذج اللي أنا صوبت لكم طبعا غادي نتنا الردود الأفعال ديالكم يعني كيفاش جاكم الحوار اللي صوبت أنا ويش عجبكم يلا نعملوا محاولة باش هكا تعرفوا كيفاش أي موضوع في أي موضوع كيفاش تصوبوا له الحوار ديالي غادي نتعرفوا معايا على كيفية كتابة حوار أو كيفاش تعامل أولا كيفاش تعامل مع الموضوع أول حاجة طبعا نقرأ الموضوع إذا النموذج كيقول أكتب حوارا إذا هنا حدد لي شنو هندير واش حوار واش رسالة شخصية رسالة إدارية واش قصة واقعية قصة متخيلة واش طلب واش مقال إذا هنا أكتب حوار جرى إذا هنا بين جرى بين إذا هنا غاي حدد لي الشخصيات بين من بينك وبين صديقك إذا الحوار سيكون مبين أنا صديقي أنا صديقي أنا صديقي تفهمنا؟ حول حول ملمورها مباشرة سيجينا الموضوع عليش سنهضروا أنا وصحبي الإجراءات الاحترازية تجاه هداء كوفيد التحتاج الإجراءات الاحترازية أو التدابير التدابير الوقائية أحسن تدابير الوقائية أحسن من الإجراءات الاحترازية تجاه داء كوفيد التحتاج إذا نفهم أنا الموضوع أنا وصحبي عليش سنهضروا على الإجراءات شنو خصنا نديره أو للتدابير الوقائية باش نوقي ورسنا من داء كوفيد التحتاج كنتم مكمل يكون يعرف أن داء كوفيد التحتاج هو كورونا تفهمنا؟ إذا في حدود 10 أسطور طبعاً يحدد لك من 8 حتى العشرة نبدأ على بركة الله الحوار الأول حاجة نديرها لا نساش هي الجملة الافتتاحية مثلاً نبدأ التقيت بصديقي في ساحتي المدرسة فجرى بيننا الحوار الثاني حول التدابير الوقائية ضد أو لاتجاه تجاه داء كوفيد 19 تفهمنا؟ تفهمنا؟ إذا نردم على البال الجملة الافتتاحية منساش أين متى وماذا ولماذا تفهمنا؟ أربعة من الأسئلة سنجاوبوهم في هذه الجملة الافتتاحية إذا أين في ساحة المدرسة بمن يعني من التقيت أنا بصديقي كيف نقع؟ جرى بيننا حوار حول ماذا؟ حول التدابير الوقائية إذا نبدأ الحوار لاحظوا معي عارضة ونبدأ أنا قلنا فاستر شنو كيكون؟ التحية مثلا السلام عليكم أو لا مثلا مرحبا بك يا صديقي صديقي غير ذالية لاحظوا معي لاحظوا معي مثلا سيجاوبني وعليكم السلام صديقي أو مثلا أهلا وسهلا أهلا صديقي فهمنا؟ اللي بغيت نكتب 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 من مراهة سندخل سوب الموضوع لما نطولوش الحوار بزر سنسولو نحن ندره على التدابير مثلا سنكتب له ما مثلا أنا أو التدابير أو لا ما هي عفوا ما هي التدابير الوقائية التي حدثكم عنها أستاذكم في القسم ما ننساش كيف مقتلكم دائما هدوات الترقيم تفهمنا؟ إذن ما هي التدابير الوقائية التي حدثكم عنها أستاذكم في القسم؟ دبا صديقي غا يرد عليها غادي نرد عليها نهدر على شنو هما ها التدابير الوقائية مثلا قد نكتب تسمع لقد أخبرنا أو لا لقد أمدنا أمدنا بمعلومات أو لا بإرشادات بإرشادات أو لا لقد أخبرنا لقد أخبرنا بإجراءات عديدة وتبدأ منها من درج الجنوقات سنوما التدابير الاحترازية التباعد الجسدي التباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتعقيم اليدين وعدم تبادل الأدوات المدرسية مع زملائنا في القسم هذا ارتداء التمامة طول فترة خروجنا من المنزل إذا تفهمنا المهم هو هذا السؤال سوف نجاوب عليه بالمعلومات التي سأعطينا من سيتمقت لكم في العناصر الأولين أن الحوار لا يقومون هنا يجب أن الحوار أخر للنهاية ختمي مثلا أنا سأعطي هذه المعلومات أحسنتم لقد قمتم بعمل جيد أحسنتم لاحظوا معي علامة تعجب أحسنتم لقد قمتم بعمل رائع رائع صديقي نعم يا صديقي فباحترامنا لالتدابير الوقائية نحمي أنفسنا و نحمي الغيرة أيضا إذا تفهمنا هكا كنكتب الحوار يكون شامل واسع يكون فيه يحتوي على جميع العناصر الضرورية لإنشاء حوار ونعطيه المعلومات الكافية ما يكونش ناقص كنتمنى من قلب تكونوا فهمتوا كيفية إنشاء حوار نتلقوا فيديوات مقبلة إن شاء الله دمتم على خير